اجتمع وزير الخارجية سامح شوكري الرئيس المعين لدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اجتمع مع عضاء هيئة مكتب المؤتمر في مدينة شرم الشيخ وتناول الاجتماع الإعداد الموضوعي للمؤتمر حيث تم التباحث حول مشروع جدول الأعمال والبنود المختلفة المطروحة عليه واستعرض الوزير شوكري خلال الاجتماع مختلف الجوانب الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر وتضم حيئة مكتب المؤتمر في عضويتها مجموعة من الدول الأعضاء بالاتفاقية الذين يتم انتخابهم كنواب للرئيس لتمثيل المجموعات الجغرافية المختلفة